كابتن محمد فاضل سافر إلى روسيا وقامت الدنيا ما عادتش للناس اللي أعظم صح صحة وعايزة بس تمسك مسكات على أي حد في النادي الآن طب الكابتن محمد فاضل قبل ما يبقى مسؤول عن إدارة التعاقدات كان مرتبطا بعقود بتخص هذه المهمة فمؤكد أنه قال أنا تحت عمركو بس ما قدرش أتنصل من هذه المسئولية والحقيقة يعني أنه هو الراجل أشهد أشهد أنه كان خلال الفطرة السابقة لسفره حوالي أسبوع كان زان مكوك دينامو وكان له دور كبير جدا في موضوع المدير الفني والاتصالات وكثير من اللعبين أنا بقول لكم الكلام ده لأن أنا موجود في تفاصيله معاه من ضمن برضو الكلام معلش بقى كابتن عدلي هردلك وكابتن فاضلي وانت يعني مش عارف إيه وعني واحد يقول لك ده يعني دوله يعني لقم مستشار كده أنا قرار تعييني ليس مدير الإدارة التعاقدات لأن ببساطة شديدة جدا ليس بعد كل هذا المشوار الطويل حاجة أشتغل في هذا الجزء فقط إدارة التعاقدات كانت جزء من المهمة التي أتولاها إدارة التسويق والاستثمار كانت جزء منها التعاقدات فأنا من اليوم الأول وهذا يعني طلب الكابتن الخطيب مني لما قال لي سيبك من المتحدث الرسمي أنا عايزك في الحيطة دي عشان يعادلي عايزين نعمل إدارة قوية ونجيب لها ناس يلحقوا يعني يتدربوا يلحقوا يشربوا روح النادي الأهلي